بناتي الأعزاء هنشرح مع بعض دلوقتي دروس تاريخ لصف الثالث الاعدادي ومنهج التاريخ بتاعنا بيبتدي من الوحدة الثالثة وأول درس فيه هو مصر تحت الحكم العثماني مصر بين دولة الماليك والعثمانيين لو جينا تكلمنا عنه هنقول الأول أن العالم الإسلامي في الوقت ده في القرن الخمستاشر وبداية القرن الستاشر كان فيه صراع بين ثلاث قوة موجودة هم دولة الماليك اللي كانت بتحكم مصر والشام وجزء من ساحل إفريقيا الشرقي اللي هو الموتل على البحر الأحمر وفي أواخر القرن الخمستاشر تعرضت الأزمتين كبار جدا أدوا إلى ضعفها هي أزمة مالية وتدهور اقتصادي وأزمة سياسية الأزمة المالية وتدهور اقتصادي بسبب اقتشاف البرتغاليين لطريق رأس رجاء الصالح سنة 1498 ومحاولة الماليك أنهم يستردوا هذه الطرق والتجارة ويقضوا على طريق رأس رجاء الصالح والبرتغاليين لكن اتحطم الأسطول المملوكي بتاعهم سنة 1509 في معركة ديو البحرية أما الأزمة السياسية كانت بسبب اتراب الأمن وصراع المستمر بين المماليك والثورات والفتن الداخلية ده أدى إلى ضعفهم وضعف قوتهم العسكرية الدولة العثمانية في بداية القرن 16 السلطان سليم الأول ابتدأ يبدأ في غزواته وابتدأ نحو الشرق وكان صدام عسكري كبير جدا مع دولة الصفويين اللي كانت موجودة في إيران الدولة الصفوية كانت نسبة للإسماعيل الصفوي ودي دولة إسلامية موجودة بالقرب من العراق وكان سمان اسمها بلاد فارس وعاصمتها تبريز ومذهبها الشيعي لكن هي دلوقتي إيران الدولة الصفوية استطاع سليم الأول هزيمة الصفويين في معركة جلديران كانت 1514 ودخل عاصمته بتبريز وبكده قدأ على الدولة الصفوية وابتدأ يتجه بجيشه نحو مصر والشام أسباب اتجاه العثمانيين إلى مصر والشام رغبة سلطان سليم الأول في أن يوسع ممتلكاته في الشرق ويستولى على مصر قلب العالم الإسلامي ولأنه أدرك أن الصدام مع الدول الأوروبية صعب وطريق محفوف بالمخاطر لأن الدول الأوروبية في الوقت ده كانت متقدمة حضارين وعسكريا على العثمانين فبدأت يتوجه نحو الشرق أول معركة دارت بينه وبين المماليك كانت في الشام مرج دابق في غصص 1516 الأول استولى على إمار الزو القادر ودي وقع حدود بين الدولة العثمانية والمملكية ثم تقابل مع السلطان الغوري في موقعة مرج دابق وتم هزيمة الغوري واستولى سليم على الشام ثم توجه إلى مصر وتقابل مع جيش تومان باي عند معركة الريدانية في صحراء العباسية وستطاع هزيمة تومان باي ودخل سليم الأول مصر وانتهت بكده دولة المماليك في مصر وأصبحت مصر ولاية عثمانية أسباب هزيمة الجيوش المملكية واحد تفوق العسكري للجيش العثماني واستخدامهم لأساليب القتال الحديثة والمتطورة اتنين نزاع المماليك المستمر على السلطة وعدم الاستقرار الداخلي ده أدى إلى ضعفهم عسكريا ما هي نتائج هزيمة الجيوش المملكية هتبقى واحد أصبحت مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية وما بقتش دولة مستقلة بقت ولاية تبع الدولة العثمانية اتنين سيطر العثمانيين على العالم العربي سواء في الجناح الأسيوي أو الأفريقي ثلاثة انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية وأعلن سليم الأول نفسه حامي الحرمين الشريفين وجميع رعاية العالم الإسلامي ملامح الحياة في مصر أيام الحكم العثماني هنتكلم عن الحياة السياسية الاقتصادية هنتكلم عن الحياة الثقافية وحنتكلم كمان عن الحياة الاجتماعية لو تكلمنا عن الحياة السياسية قبل أن نقول الحياة السياسية سنقول أن العثمانيين سيطروا على مصر أربع قرون متتالية وراء بعض والقرن مئة سنة يعني ربعمية سنة حكموا مصر حكم راكد جامد وحولوا مصر إلى ولاية مع زولة عن المؤثرات الحضارية الحديثة في أوروبا نظام الحكم كانت الوالي اللي هو الباشا العثماني أو التركي الديوان ديوان القاهرة الحميل العثمانية وإدارة الأقاليم ترك العثمانيين إدارة الأقاليم للمملك نظام الحكم العثماني حمل فيه سنيا يعني فيه داخله عوامل ضعفه بسبب قصر مدة حكم الوالي يعني مدة حكم الوالي كانت قسيرة من سنة لثلاث سنين وده علشان ما ينفردش بالحكم في مصر كان يعد سنة أو اثنين أو ثلاثة النقطة التانية هي زيادة سلطة الديوان والحاميل العثمانية كانوا سلطتهم أقوى من الوالي في فترة من فترات لما بتدعى في الدولة العثمانية بدأت تطلع الممليك حكام الأقاليم لانفراد بحكم مصر وكان من أبرز الناس دول هو علي بيك الكبير حرجت علي بيك الكبير الانفصالية كانت سنة 1968 ونجح في أن يصبح الحاكم الفعلي لمصر وابتدى يتحلف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام ونجح في إخضاع الحجاز لنفوزه وبعت نائبه محمد أبو الدهب لغزو الشام واتطاع محمد أبو الدهب أن يدخل دمشق ولكنه إنحاز للسلطان العثماني واتفق معاه ضد علي بيك الكبير وكان محمد أبو الدهب هو السبب في فشل حركة علي بيك الكبير لمصرية والقضاء عليه ورجعت مصر مرة تانية ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد أبو الدهب ثانياً الحياة الاقتصادية أوضاع مصر الاقتصادية كانت سيئة جداً لو تكلمنا عن الزراعة السلطان سليم الأول أو العثمانيين السلاطين العثمانيين اعتبروا مصر أرض مصر كلها ملك ليهم وكانت بتتم زراعة الأرض دي عن طريق التكليف الفلاح بزراعتها أو في مصطلح هنا يعرف بحق الانتفاع حق الانتفاع أن الفلاح يزرع الأرض ملوش أي حق تصرف فيها لكن لما بتدت تضعف الدولة العثمانية تدوا يطبقوا نظام جديد يدملهم جامعة درائب أو وصول الدرائب بالنسبة لهم ده في منتصف القرن السبعتاشر وده نظام الالتزام من ما ساقوا نظام الالتزام أنه أسقل الفلاح بالدرائب المفروضة على الأرض تعصف وظلم الملتزمين في جامعة دريبة عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بنظم الري أو إقامة السدود أو حفر الترع وده أدى لتدهور الزراعة وتدهور أحوال المجتمع الريفي بالنسبة للصناعة الصناعة تأخرت وتدهورت بسبب تدهور زراعة أنا ما عنديش محاصيل تتصنع وكمان انتقال للحرفيين وصناعة المهرة الأستانة سلطان سليمي الأول خد معاه أمهر الصناع وأمهر الحرفيين إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية وبكده أصبحت الصناعات الموجودة في مصر يدوية وبسيطة ورديئة التجارة التجارة الداخلية كسدات التجارة الداخلية أيام الحكم العثماني لأن ما فيش محاصيل أو تدهور الزراعة والصناعة وكمان ما فيش أمن افتقاد الأمن عدم الاهتمام بالطرق البرية وغراط البدل وراء بعض المتراحقة على قوافل التجار جيين أو البدل في السحراء كانوا دايماً بيغيروا على يغيروا على القوافل التجارية التجارة الخارجية تدهورت بسبب تحول الطريق التجاري من الشرق الغرب وطريق رئاس الرجاء الصالح اللي اكتشفوه البرتغاليين وكمان منح الدولة العثمانية لامتدات الأجنبية للدول الأوروبية ثالثاً للحياة الاجتماعية المجتمع المصري في زل الحكم العثماني كان بينقسم إلى فئاتين الحكام والمحكمين الحكام اللي في إديهم كل السلطات الحكم والإدارة والجيش ودي كانت موجودة في الدين الأطراق والمماليك المحكمين كانوا بينقسموا إلى طبقتين الطبقة الوسطى هي المشايخ وعلماء الأظهر ورجال الدين وكبار التجار والطبقة الدنيا هي الأكثرية بتكون من الفلاحين وصغر الحرفيين وعامة الشعب اللي عانوا من الفقر والظلم وتفشي الأمراض والأوباء رابعاً الحياة الفكرية والثقافية اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في الحكم العثماني بالجمود والتخلف بسبب العزلة اللي فرضوها العثمانيين ما نتيجة العزلة؟ اهتزاز مكانة الأظهر العلمية ما بقولوش يهتموا بالعلوم العقلية ولا الرياضية ولا الطبيعية بل كان كلها اهتمامات بالعلوم الشرعية تدورت الحياة الأدبية انتشر الدجل والشعوزة والخرافات وشاع الجهل ده حال مصر أيام الدولة العثمانية ولما حييجي وهتوصل الحملة الفرنسية على مصر يكون ده شكل الوضع في مصر كلها اشتركوا في القناة